السلام عليكم ورحمة الله أهلا ورحمة بكم مشاهدي قناة البروفي لرنينج في اليوديو دوت هشرح إيه هو شكل الكرة وهتكلم عن أهم خواصها وبعدين هشرح القوانين اللي بنستخدمها في حساب نساحة وحجم الكرة فيلا بيه في البداية لازم نكون عارفين إن الكرة هي عبارة عن شكل من أشكال ثلاثية الأبعاد زي الشكل اللي قدامك دوت ومن خواص الكرة إن ما بيبقاش ليها أي وجه وكمان إن الكرة ملهاش أي رأس وكذلك الكرة ليس لها أي حرف ومن أمثلة الكرة في حياتنا شكل الكرة الأرضية وكمان شكل الكرة البلاستيكية ودلوقتي تعالى نشوف إيه هو قانون حجم ومساحة الكرة زي ما اتفعنا من شوية إن الكرة هي شكل ثلاثي الأبعاد زي الشكل اللي ظاهر قدامنا دوت والكرة بيكون لها نصف كتر وهو عبارة عن القطع مستقيمة الواصلة من مركز الكرة وأي نقطة تقع على الكرة ودايما بنرمز لنصف الكتر بالرمز نق وقانون حجم الكرة هو عبارة عن 4 على 3 باي نق تكعيب أما قانون مساحة سطح الكرة هو عبارة عن 4 باي نق تربيا وطبعا باي دي بتساوي 22 على 7 أو بتساوي تقريبا 3 و 14 جزء من 100 طبعا على حسب ما يدينا في المسألة ودلوقتي يلا بينا نطبق قانون دي على شوية أمثلة وخليونا نبتدي بالمثال الأول اللي بيقول اوجد حجم ومساحة الكرة اللي تول نصف كترها 2 سنتيمتر ومدينا باي بتساوي 22 على 7 هنا هنبدأ الأول بحساب حجم الكرة فهنكتب قانون حجم الكرة واللي هو 4 على 3 باي نق تكعيب ومإنه يدينا معطف المسألة ان نق بتساوي 2 سنتيمتر فالحجم هيساوي 4 على 3 في 22 على 7 في 2 قص 3 ولما نحسب الكلام دوت هيساوي 704 على 21 وبوضع الناتج في أبسط صورة هيساوي 33 و 52 جزء من مية وبالتالي هيكون حجم الكرة في المسألة ديت هو 33 و 52 جزء من مية سنتيمتر مكعب دلوقتي يلا بينا نحسب مساحة الكرة فهنكتب قانون مساحة الكرة واللي هو 4 باي نق تربيع وبالتعويض عن نق بي 2 فالمساحة هتساوي 4 في 22 على 7 في 2 قص 2 وبحساب الكلام دوت هيطلع بيساوي 352 على 7 ووضع الناتج في أبسط صورة فهيكون 50 و 29 جزء من مية وبالتالي هتكون مساحة الكرة في المسألة ديت بتساوي 50 و 29 جزء من مية سنتيمتر مربع يبقى زي ما انت شفت كده كل اللي بنعمله هو اننا نعود عن نصف الكتر في القانون ونحسب الناتج عشان نطلع عن مساحة أو الحجم ولو لسه ما فهمتش كويس يلا بينا نشوف مثال كمان المثال اللي بعد كده بيقول اوجد حجمه ومساحة الكرة اللي طول كترها 14 سنتيمتر ومدينا باي بتساوي تقريبا 3 و 14 جزء من مية هنا نلاحظ في المسألة انه مدينا طول كتر الكرة وبالتالي يبقى لازم نحسب لأول نصف الكتر عن طريق قسمة طول الكتر على اتنين فهنقسم 14 على اتنين فهتساوي 7 وبالتالي مقه هتساوي 7 سنتيمتر ودلوقتي هنبدأ بكتابة قانون حجم الكرة واللي هو 4 على 3 باي نق تكعيب وبعد كده بالتعويض عن نق ب7 فيكون الحجم بيساوي 4 على 3 في 3 و 14 جزء من مية في 7 قص ثلاثة ولما نحسب الكلام دوت هيطلع بيساوي تقريبا 1436 و 3 أجزاء من مئة وبكده هيكون حجم الكرة في المسألة ديت هو 1436 و 3 أجزاء من مئة سنتيمتر مكعب ودلوقتي يلا بينا نحسب مساحة الكرة فهنكتب قانون مساحة الكرة واللي هو 4 باي نق تربيع وبعدين بالتعويض عن نق ب7 فالمساحة هتساوي 4 في 3 و 14 جزء من مية في 7 قص ثلاثة وبحساب الكلام دوت هيطلع بيساوي تقريبا 615 و 44 جزء من مئة وبالتالي هتكون مساحة الكرة في المسألة ديت بتساوي 615 و 44 جزء من مية سنتيمتر مربع ودلوقتي يلا بينا نشوف مثال كمان بفكرة مختلفة المثال بعد كده بيقول كرة حجمها 288 باي سنتيمتر مكعب ومطلوب انها نحسب مساحتها بدلالة باي ومعنى جملة المساحة بدلالة باي يعني ما نعوضش عن باي بأي قيمة ونخليها زي ما هي وفي المسألة دي هنلاحظ انه مدينا حجم الكرة وعاوزين نحسب المساحة وعشان نقدر نحسب مساحة الكرة فاحنا محتاجين نجيب الأول نصف كترها ونقدر نجيبها بسهولة من خلال الحجم فهنبدأ بكتابة قانون الحجم واللي هو 4 على 3 باي نق تكعيب زي كده وبما ان الحجم بدهونا بين 288 باي فهنعوض عن حجم الكرة بين 288 باي زي كده وبعد كده باختصار باي من الطرفين هنحصل على نق تكعيب بتساوي 3 على 4 في 288 واللي هتساوي 216 وعشان نجيب نق واحدة هنجيب الجزر التكعيبي للطرفين فهتكون نق بتساوي الجزر التكعيبي لم 216 فهتساوي 6 وبالتالي هيكون نصف كتر الكرة هو 6 سنتيمتر ودلوقتي هنكتب قانون مساحة الكرة واللي هو 4 باي نق تربيع زي كده وبعدين بالتعويض عن نق في القانون ب6 هنحصل على 4 باي في 6 وستنين وبالتبسيط هتساوي 4 باي في 36 وبالتالي هتكون مساحة الكرة في ابسط صورة هي 144 باي سنتيمتر مربع ودلوقتي يلا بينا نشوف اخر مثال معنا المثال الاخير بيقول كرة مساحتها 616 سنتيمتر مربع والمطلوب انها نحسب حجمها ومدينا باي بتساوي 22 على 7 هنا بنفس فكرة المثال اللي فات عشان نقدر نوجد حجم الكرة فاحنا محتاجين نوجد الاول نصف كترها ونقدر بسهولة نوجد نصف كتر من خلال المساحة فهنبدأ بكتابة قانون المساحة واللي هو 4 باي نق تربية وبعدين بالتعويض عن مساحة الكرة ب616 زي ما هو مدينا هنحصل على 616 بتساوي 4 في 22 على 7 في نق تربية وبالتبسيط أكتر هنحصل على نق تربية بتساوي 616 في 7 على 88 واللي هي هتساوي 49 وما تنساش ان احنا هنحسب لسه نق واحدة فهنجيب الجزر التربيعي للطرفين فهتكون نق بتساوي الجزر التربيعي ل 49 فهتساوي 7 وبالتالي هيكون نصف كتر الكرة في المسألة ديت هو 7 سنتيمتر ودلوقتي هنكتب قانون حجم الكرة واللي هو 4 على 3 باي نق تكعيب وبعدين بالتعويض عن نق في القانون ب7 هنحصل على 4 3 في 22 على 7 في 7 قص 3 ولما نحسب الكلام دوت هنلاقيه بيساوي 4312 على 3 وبالتالي هيكون حجم الكرة في ابسط صورة هو 1437 و333 جزء من 100 سنتيمتر مكعب وبكان كنا عرفنا ايه هو شكل الكرة واهم خواصها وازاي بنقدر نحسب حجمها ومساحتها في النهاية اتمنى يكون الشرح كان واضح ووسيط ولو فيها يسئل اكتبوها لي في التعليقات اشوفكم على خير مع السلامة